انابا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم لترأس وفدي مملكة البحرين في الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد التي عقدت اليوم تحت رعاية فخامة الرئيس إمانويل مكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة وبحضور أصحاب السمو والفخامة رؤساء وممثلي الدول المشاركة بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية والمدنية والجهات الأخرى ذات العلاقة وقد رفق سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد الخليفة وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وسعادة السيدة نور بن تعليل خليف وزيرة التنمية المستدامة ونقل سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة تحيات جلالة الملك المعظم إلى فخامة الرئيس الفرنسي وتمنيات جلالته لفخامته ولشعب فرنسا الصديق دوام التقدم والزهارة كما تقدم سموه بالشكر والتقدير للدعوة التي تلقاها جلالة الملك المعظم يده الله للمشاركة في افتتاح القمة مشيرا سموه إلى حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعى وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله على تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين وما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور مستمر في مختلف المجالات ومنها البيئة والمناخ تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وفق الاتفاقيات الدولية والمساعي العالمية مشيدا سموه بما تشهده الجمهورية الفرنسية بفضل نهج فخامة الرئيس الفرنسي من نهضة تنموية رائدة ومشاريع حيوية في جميع الميادين وعلى هامش المؤتمر التقى سموه مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث نقل إليهما تحيات جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه وتتناول القمة التي ستستمر أعمالها يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من يونيو الجاري مناقشة بناء توافق جديد لنظام مالي عالمي أكثر استجابة وإنصاف وشمولية لمكافحة عدم المساوى وقضايا التغير المناخي ومكافحة الفقر وحماية التنوع البيولوجي والاتفاق على أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات في البلدان الفقيرة والناشئة في الدول النامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة